مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم فيديو مشتريات وافكار جدا حلوة خلونا نبدأ بالفيديو المشتريات طبعا هذي حق الكعك اذا ما شفتوش الكعك هذا هو الكعك اللي عملنا واخدت هذي قطاعة البيتزا صراحة او قطاعة المعقنات بشكل عام بس كل خشب اليد والحتى يعني القطاعة خشب عقبتني وقلت حلوة كده مع البرد الخشبي يعني ونقطع كده طبعا قربته وقطعت في بي الباخمري او الخمير الحالي او المندازي ما شاء الله تمام قطعت لي وهذا كمان شفوه حق القلاية الزيت بس اني ما استخدمتوش لقلاية الزيت كما شفتو في الفيديو ببداية الفيديو شو طريقة الخبز هذي الصورة اللي هي طريقة الخبز شوفوها موجودة بالفيديوهات شوفو الطريقة عملت اليوم بهذا الملعقة حق الزيت اول حاجة شمعوا الخبز لازم تقوبوا طاوة تكون غير قابلة للالتصاق تيفال عندكم او اي نوع ما تلتصقش فيها الخبزة وتشمعوها اول شي كده قلبتين تعملوا لي قلبتين بعد كده تاخدوها بعد ما تقلبونا على القهتين تاخدوها وتعملوها بالشبك تولعوا الشبك النار اول شي ترفعوا له النار وخلاص شوفو كيف بحطها على الشبك وخلاص وخليها على نار وما شاء الله كيف تنتفخ كل الحبات انتفخت طبعا انا هنا كنت اصور تمام صورت كلي انا عملت اربع حبات فقط صورتهم كامل بس للاسف طلعت اني الاربع الثلاث حبات طلعت اني مصورهمش بس مش مشكلة انا اكيد بعملكم فيديو كامل انا عمله بالمنلعقة الشبك عادة لو كان معاكم حق الزيت هاديك اللي تقي دوائر تقي اتقل يعني وتخيينة تقي احسة افضل من هادي بس انو فكرة بدل الصاق المخرم وشوفو ما شاء الله كل الحبات انتفخت ومفرغة من داخل يعني شوفو واحدة اكله زواجي بالعافية عليه والباقي الثلاثة وما شاء الله كل واحدة احلى من الثانية بس ما اخر واحدة حامية كانت لاني عني لا يعني طلعت من النار ما شاء الله جدا لذيذ وكمان انا حبا عدني اعرفكم على نفسي اني مش بس اطبخ لا اني كمان اشتغل كروشي بطريقة جدا حلوة ان شاء الله شوفو الاشياء اللي اشتغله وانتم قلوا لي هل هو حلو او لا هذا الشيء من صغري من اني ادرس واني اشتغل بالكروشي او بالصوف يعني او اي نوع من الخيوط وعمل اساور دايما كنت اشتغل وكمان احب الخياطة مش بس اني احب الطبخ لا اني اكتر حاجة كنت احبه هي الخياطة بس خلاص يعني صارت يعني هواية قبل طبخي كله شغف كله في به هواية وشغف كمان اني من صغري واني اشتغل بالصوف والخيوط وعمل شناط وكمان احب الرسم يعني فنانة فنانة بس فترة سيبته وكمان دخلت دورات خياطة لكن ما كملتش هذا عملت هذا تشوفو حق كرسي كان على كرسي ارضي وكنت عاملا وهذا تبع الاكواب يعني احب اشتغل وسريعة بالشغل لله الحمد يعني سريعة بالشغل واشتغل كمان الابرتين واعمل شناط واعمل اشياء كتيرة طبعا احب هذا الشغل من اني صغيرة واعملت كمان اكسسوارات وعمل اساور وكل مرة هذا شوفو بس قزء من اللي اشتغله يعني بعض من الاشياء ان شاء الله كمان برويكم الاشياء اللي اني اعملي كل مرة يعني بادرقلكم بالفيديو حاجة اعمل اساور بشكل حلو اعمل يعني كمان اشتغل ملابس مش بس اني اشتغل بس ما قد يعني عملت حاجة كده لبس بس اشتغلت حق اطفال ملابس اطفال اشتغلت شرابات اشتغلت كمان بلوزة كانت لي يعني ان شاء الله هي في اليمن يعني اغراضي اكتر اغراضي في اليمن لكن الاختي ان شاء الله بخلي تصورها واكيد انزلها طبعا معاناة كل اظن كل الناس المقتربين يعني او القايين مصر او الزايرين لمصر العباسية تعب 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 من زي تعب الصراحة يعني تقلسوا اني استناد دوري من الساعة الفقر يعني الساعة السبعين نروح لما اممكن احنا ندخل عائقي دورنا ساعة واحدة ساعة 12 نشتغل بس نعرف متى الناس تصحى من الساعة كم تروح فتقلسوا تنتظروا تنتظروا يعني بصراحة تعب هذا كان يوم العباسية خلاص اخي كان قدو خلاص انا واخي نشوفوا زوجي يمشي وانا واخي نسحب والله طول الطريق نسحب ويقول لي تعالي اسحبك يعني من كتر التعب اللي يعني اللي نعاني بقد تقريبا هناك كمان يبوعوا الاشياء القهوة وكده بمبالغ يعني مرتفعة عن العادي لكن يعني خلاص شربت كل حاجة هناك وخلصت وشبعت وده ولسا نحنا دورنا يعني نستنى لما خلصت والله عيوننا قده فوق طبعا اني اسكوت طبعا لما اسكوتش انا روح كده ما روح زي كده زي الأطفال شفت هناك زرع في العباسية في كده مكان في القولة كله زرع وكده اتعلقت لكم بالبوتس اللي باخده باخده معايا وزوقي وقول لي انت بتحمليه اقول له ايوه بحمليه انا وطلعنا كمان الباص نحنا نسميه كوستر في عدن صح دي باصات كوستر ولا لا الباصات الزرق الكبيرة يعني اني اول مرة طلعايا الصراحة طلعناها ورحنا يعني الى منطقتنا اللي ساكنين فيها بس بقد يعني حلوة جدا وكان الصباح نحنا رحنا خلاص يعني نضبط امورنا وكده بس صراحة كان صباح يعني وقتي قيب العافية والقو كان حلو بارد يعني هادي مصر وبصراحة شريحة وبصدق ام الدنيا تحياتي لكل مصري ومصرية وكبير وصغير احبكم كتير 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 طبعا بعد كده زوجي رح يقاب سمك من منطقة اسم الزيتون طبعا اني زعلت ليش ما اخدنيش معاه لكن مرة تانية قل بياخدني وبختار معاه الاسماك وبصور لكم كمان انواع الاسماك الموجودة في مصر هو عمل لي صراحة الله يقزيه خير صور لي هذا المقطع واختار زوجي سمك اسمه قشر بياض بس صراحة احنا بعدين نسميه بياض اني عملت لهم يا صيادية كده وعملته بالفرن القطع الكبيرة عملته فرن والقطع الصغيرة قليته وعملته صيادية بس صراحة طعمه نديد واكيد صيادية يعني كوشنبر وعشار يا سلام لو كان في وبسباس ابو التمر تمام يا سلام يا سلام يكون لذيذ جدا بس هذا كان الفيديو ادعى عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم وبالعافية لي ولكم